انجلينا جولي تدعم سيدة مصرية استطاعت محو الأمية رغم وصولها لعمر السبع وثمانين سنة اعتبرتها نموذج ملهم لغيرها من السيدات رغبتها في استكمال الدراسة رغم كبر صنها كان مفاجأة للجميع دعمت انجلينا جولي السيدة المصرية زبيدة عبد العال وذلك بعد ما حصلت على شهادة محو الأمية وهي في السن السبع وثمانين عام نشرت انجلينا صورة الحاجة زبيدة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع انستجرام وجاء احتفالها بها باعتبارها نموذج ملهم يجب الوقوف عنده ويبدو ان اعتبرتها قدوة من الممكن ان تؤثر في شخص من جمهورها السيدة زبيدة حصلت على تكريم من محافظة المنوفية وذلك بعد اصرارها على اتمام مرحلة محو الأمية اللي كانت ضمن المبادرة اللي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وكان شعار هذه المبادرة لا أمية مع تكافل مبادرة لا أمية مع تكافل هدفها الاساسي القضاء على الأمية قراءة وكتابة وتم بدء تنفيذ المبادرة في بداية يوليو 2022 وذلك باجمال عدد 6000 دارس سيدة زبيدة عبدالعال من اشهر النماذج اللي كانت وانضمت للمبادرة وبعد دراسة حالتها اتضح ان ام لثمانية ابناء وجدالي 13 حفيد زبيدة دقيم في قرية دكما بمركز شبين الكوم ولم تتلقى التعليم في صغرها لأن والدها كان لا يؤمن بضرورة تعليم البنات وعندما أنجبت ابناء كانت حريسة جدا على تعليمهم لدرجة انها كانت تتبيع البضاع البسيطة أمام المدرسة حتى تتابعهم خوفا من هروبهم من المدرسة ولما أتيحت الفرصة لزبيدة ما تأخرت وبدأت مشوارها في التعليم رغم سنها الكبير بالإصرار والإرادة استطاعت السيدة أن تتعلم وتمحي الأمية وذلك في الوقت اللي يتهرب فيه شبابنا من التعليم وقدمت للجميع نموذج في الصبر والتحدي اشتركوا في القناة